ووافي إبراهيم من أين نبدأ؟ من النقاط الإيجابية أم من النقاط السلبية في مباراة ليبيريا؟ كيف ما أحبت أخي؟ النقاط السلبية أولاً قبل أن نتحدث عن النقاط الإيجابية الجانب الدفاعي مرة أخرى إبراهيم الأمور تقلق بيتكوفيتش تقلق أنصار المنتخب الوطني وتقلق حتى المتابعين الظاهر للعيان بأنه هناك خلل في المنظومة الدفاعية إن صح التعبير للمنتخب الوطني خاصة وأنه تلقينا هدف أمام الإيبيريا المنتخب الضعيف بين قوسين إبراهيم وهو المنتخب الذي خلق لنا أيضاً بعض الفرص يعني عندما نلعب أمام منتخب ضعيف إبراهيم لازم متخليش يتنفس هجومياً يعني صراحة هذه مجرد كلام وأنا اللي نقول باللي واللي دي الفريق الضعيف في إفريقيا لم يدرش خطر على المنافس في بلد أو في أكسريا؟ كورة القدم تطورت هكذا؟ أنا أشوفه أنا أشوفه دي دي ماتش دي زيكيب تشكون القارب أربح للألمان في لكوب ديمانت أنا أشوفه كين؟ كورة القدم تطورت بقى إنا هضروب للي التكنيك ما نقوله بلاي لليلو سيستم أطراف اللاكس مهيو عليه يوجد إيجابيات وفيه سلبيات أعتقد أن تكون مفتحة على إيجابية أن تتكون لك أكثر من مكتبات في البيت، مثال نحن يبدأ بشأن البلاريتي ويبدأ بشأن البلاريتي يكون هناك ثلاثة فلاكس عندما تتحرك إلى أحد في المركاج شفنا أنهم يشترك بيوت نحن نعرف أن تكون بيوت لم يكن حتى خطة العالم الذي لا يتحق لك الخصم الذي يشترك هذا ممكن لا يمكنك التعوير بها. بعد أن تكون أساس المهنة. إنه يمكنك التعوير أن يكون تحدي لك الساعدات المفترضة. لكن بإخفاء بهذا المنزل أن تتحول إلى العقل من هذه المعارضة. إنه يجب أن نج erfahren من المعارضة. وإنه لكس تحديث أن نحن للمسيقية وإن أساس المعارضة. اشتركوا في القناة